هل من الممكن أن المجموعة العربية تصل إلى قناعات مشتركة ما بينها وما بين واشنطن بأن المصالح الأمريكية قد تهدد وهنا لا أعني العنف على الإطلاق وإنما العلاقات ما بين الدول العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيها علاقات الاستثمار، علاقات الاقتصاد، أيضا علاقات الدعم السياسي المشترك وما إلى ذلك فقد تتغير هذه المواقف فيحدث تهديد ما للمصالح السياسية والاقتصادية والاستثمارية الأمريكية في المنطقة لا لأن دول كالسعودية والأردن هي أساسي منخرطة في أعمال كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي دول كبرى في الشرق الأوسط وهي لم تعترف حتى الآن بهذه الإبادة ماذا عن موقف القاهرة؟ وقد شاهدنا موقف القاهرة مصر منذ 7 أكتوبر في محاولات حثيثة وفي بعضها الكثير منها أثمر في تغيير وجهات النظر سواء كان على مستوى الحكومات وكثير من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا على مستوى إظهار الحقائق أمام المجتمعات الأوروبية وربما داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن موقف قاهرة كان واضحا موقف مصر ومبعوثي مصر كان موقفهم واضح تجاه غزة كان هو أشجع موقف أراه تجاه القضية الفلسطينية ولكن كما نرى المبعوثين الآن وكما قررنا من قبل يجب علينا اتخاذ ودعم هذا الموقف في القاهرة وأنا أود أن أظهر دعمي الكامل لهذا الموقف تجاه غزة وليس فقط الأمر عن طريق تغطية الأحداث وإنما عن الدعم المباشر لغزة وإلا كانت هذه الإبادة التي تختفي فالموقف الآن في رفح بسبب أن إسرائيل تريد أن تتحكم في أكبر قدر من الأرض تريد أن تحدث مجاعة بين الفلسطينيين عن طريق القتل المباشر أعتقد لا أعرف ما يمكن أن تفعله القاهرة حيال ذلك يعني القاهرة وبالتأكيد تعلم جيدا أن هناك الكثير بل يعتقد تكون العشرات من الاتصالات التي تمت ما بين القاهرة ولندن القاهرة برلين القاهرة روما القاهرة مدريد القاهرة باريس القاهرة واشنطن لإيجاد حلول ولو مؤقتة منها الهدنات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل منها تبادل المحتجزين والأسرة من الجانبين ثم الوصول فيما بعد إلى ما نرجوه جميعا وهو حل دولتين ومن ثم إلى أي مدى القاهرة قادرة على إحياء مفاوضات مدريد أو اجتماع مدريد 91 ثم أصله 1993 أعتقد أن المشكلة الآن ليست مصر ولكن المشكلة هي إسرائيل إذا أرادت إسرائيل استبدال المحتجزين وإطلاق سرحة السجناء ستفعل ذلك ولكن إسرائيل لا تريد أن تفعل ذلك الأمر بخصوص إسرائيل إسرائيل تخترق إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات مرة أخرى أقول أن بالطبع موقف القاهرة مباشر وموقف القاهرة صريح القاهرة دوما ما كانت تنسق ما بين حماس وإسرائيل وتعمل على الهدنة والتضحيات التي تبذلها القاهرة كبيرة ولكن الأمر بخصوص الناس الآن الكثير من الشعوب تقيم مظاهرات ضد نتنياهو وأيضا داخل إسرائيل والكثير من الشعوب ترفض ما يحدث في غزة الآن هل من الممكن إحياء مسارات أصله 1993 أو هل من الممكن إحياء البناء على ما تم في أصله 1993 حتى وإن كان أجهد خلال السنوات الماضية أعتقد أن أسلو أعتقد أن حل الدولتين هو حل ميت ليس مطروحا الآن أمام الحكومة الإسرائيلية ليس فقط بخصوص ما حدث في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية أعتقد أن حل أسلو كان يرنو إلى جعل الفلسطينيين أحرار وأن يوقف الاحتلال الإسرائيلي وأعتقد أن قرار الرئيس ياسا عرفات وقتها لم يكن كافيا لأن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك